مساء الخير في الوقت الذي تصل فيه الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة ويرتفع فيه تفاؤل المستثمرين إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من سنتين يعتقد فقط 10% من المستثمرين أن العالم يتجه إلى ركود اقتصادي في سنة 2024 لكن في ظل كل ذلك أعتقد أنه فيه خمس أخطار اقتصادية مهمة هي عبارة عن قنابل موقوطة قد تنفجر في أي وقت وممكن يكون فيها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي المشكلة الاقتصادية الأولى أعتقد هي المشكلة الأكبر والأخطر ولكن أعتقد بأنها مشكلة مؤجلة إلى خمسة سنوات يمكن أو أكثر من الآن واللي هي مشكلة المديونية العالمية الحقيقة أن الاقتصاد العالمي انتقل بعد فك الارتباط ما بين العملات الرئيسية والذهب بشكل تدريجي إلى اقتصاد يعتمد على طبع الأموال على المكشوف دون النظر إلى حجم النمو الاقتصادي دون النظر إلى حجم الاحتياطيات من الذهب وغيره وهذا ما أدى لاحقا بالانتقال إلى العالم الرقمي إلى حتى زيادة الأموال في العالم دون حتى طباعة هذه الأموال تحولت الأموال إلى مجرد أرقام هذا أدى إلى ارتفاع المديونية التي وصلت إلى مستويات تتجاوز 300 تريليون دولار أمريكي في حين أن حجم الاقتصاد العالمي لا يتجاوز 100 تريليون دولار أمريكي فقط وهذا يعني بأن العالم اليوم فعليا هو غارق في المديونية وأكثر دولتين في العالم عليهم مديونية هم الولايات المتحدة الأمريكية والصين والسؤال المهم إذا كانت أمريكا والصين أكثر دولتين عليهم مديونية فمن هي الدول الدائنة؟ والحقيقة أن البنوك المركزية في دول العالم المختلفة بالإضافة إلى البنوك الخاصة هي عادة الدائن وأحيانا بتكون حتى دائن ومديون في نفس الوقت الفكرة أن هذا النظام المبني على ارتفاع المديونية بشكل كبير جدا هو النظام فيه خلل واضح ما بين ميزانيات الدول حول العالم ما بين الإيرادات أو المدخلات في هذه الميزانيات والمصروفات أو خلينا نحكي النفقات في هذه الميزانيات طبعا هذا الخلل هو لصالح النفقات النفقات أكثر من الإيرادات مما يمكن الحكومة من دفع رواتب للموظفين وللعاطلين عن العمل والاستثمار في البنية التحتية فضلا عن دعم القطاع الخاص بالإضافة إلى التوسع خارجيا عسكريا وسياسيا بمنح وقروض وحروب وغيره لكن الحقيقة أنه هذا الاستمرار في نمو المديونية بهاي الطريقة هو استمرار لا يمكن استدامته خاصة مثلا في مديونية أمريكا التي جاوزت الـ 34 تريليون دولار وهذه فقط مديونية الحكومة الأمريكية وليس مديونية الشركات أو الأفراد طبعا في المقابل في الجهة الأخرى في الصين الحكومة الصينية تمتلك الكثير من النقد لكن الشركات والأفراد في الصين عليهم مديونية أعلى بكثير من نظرائهم في أمريكا طبعا استمرار الارتفاع المديونية بهذه الطريقة رح يستمر لعدة سنوات حتى نصل إلى مرحلة الكثير من الدول تجاوزتها واللي هي مرحلة أن لا تستطيع الدول في ميزانيتها دفع القروض الموجودة عليها فتنتقل فقط إلى سداد الفائدة على القروض ويبقى رأس المال أو القرد يبقى متراكما على هذه الدول ومع مرور الوقت باستمرار اقتراض هذه الدول سنصل إلى مرحلة لا تستطيع حتى بعض هذه الدول حتى سداد الفوائد المترتبة على القروض وهو ما حصل في الكثير حتى من الأسواق الناشئة من مثل سريلانكا أو باكستان أو دول أخرى حتى من منطقتنا العربية مما يؤدي إلى انهيار كبير في الاقتصاد في العملة وفي الثقة حتى في النظام العام الحقيقة أنه عندما يأتي هذا اليوم الذي تضطر فيه الدول الكبرى الدول التي تمتلك أكبر اقتصاديات إلى التوقف ومحاولة إصلاح الخلل ما بين الإيرادات والنفقات لما بيجي هذا اليوم واللي بيتوقع بعض الخبراء أنه رح يكون ما بين سنة 2028 إلى 2030 بعض الخبراء يعتقد أنه قبل ذلك بعض الخبراء يعتقد أنه حيتأخر أكثر لما بيجي هذا اليوم رح يصير فيه ركود اقتصادي كبير جدا لأن الحكومات فجأة لن تتمكن من الصرف لا على البنية التحتية ولا على الرواتب ولا على غيره وطبعا الحكومات بالعادة هي تكون من أكبر زبائن القطاع الخاص مما يعني دمار كبير حتى في أعمال القطاع الخاص الركود اللي ممكن يتسبب فيه أو الذي يمكن أن تتسبب فيه فقاعة المديونية العالمية هو ركود ممكن يكون الأكبر منذ على الأقل سنة 29 لكن باعتقادي الشخصي على عكس المشاكل الأربعة الثانية اللي حنتحدث عليها اليوم فأعتقد أنه هاي هي الأزمة الأخطر لكنها مؤجلة لعدة سنوات إلى الأمام أما المشاكل الاقتصادية الأربعة الثانية فالمشكلة الثانية طبعا تتمثل فيه تايوان وتايوان بصراحة تتطور فيها الأمور بشكل متسارع جدا الصين عدلت من دستورها كان سابقا ينص الدستور الصيني على سعي الصين بكافة الوسائل السلمية إلى ضم تايوان وحاليا صار ينص الدستور الصيني على سعي الصين لضم تايوان بكافة الوسائل حتى الوسائل العسكرية فضلا عن ذلك في زيارة الرئيس الصيني إلى أمريكا قبل عدة أشهر أخبر الرئيس بايدن بشكل مباشر بأن نية الصين هي ضم تايوان خلال الفترة القادمة بالإضافة طبعا إلى زيادة التوترات العسكرية اختراق الطائرات الصينية للأجواء التايوانية طول الوقت المناورات العسكرية الصينية الكبيرة وغيره وبالتالي التوتر في تايوان كبير جدا اليابان أعربت من جهتها عن نيتها الدفاع عن تايوان وعدلت اليابان دستورها بحيث أصبح بعد أكثر من حوالي 80 سنة بإمكان الجيش الياباني مرة أخرى العودة للعمل خارج حدود اليابان وخارج حدود الدفاع عن النفس وبالتالي تزداد التوترات هناك وممكن تكون تايوان شرارة لحرب عالمية ثالثة إذا حصلت فيها حرب أما في حال ضمتها الصين ولم تدافع عنها أمريكا وحلافائها ففي هذه الحالة ستصبح الصين هي القوة الاقتصادية الأكبر عالميا طبعا هذا الموضوع رح يؤدي إلى خلل كبير في النظام العالمي وكان بعض الخبراء العسكريين يعتقد أن الصين ستضم تايوان خلال السنة الحالية بسبب الانتخابات الأمريكية وبسبب انشغال أمريكا في حروبها سواء كان في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط بالإضافة طبعا للضعف الكبير اللي بتعاني منه الاقتصاديات الأوروبية واقتصاديات الدول الحليفة لأمريكا حاليا وبالتالي ما حدا بيقدر يتوقع متى ممكن تصير هذه الحرب أو هل أصلا ستحصل هذه الحرب أو لا لأنه خلال السروات الأخيرة من كان يستطيع أن يتوقع أي واحدة من كل الحروب اللي صارت أو الحروب الجارية حاليا لكن هاي تبقى قموا لموقوتهم فعليا تلاحقنا ويجب أن نتعامل مع هذا الأساس أنه هذه أزمة اقتصادية متفجرة ممكن تدخل العالم في ركود اقتصادي ولا أحد يعرف متى ستنفجر المشكلة الثالثة طبعا هي مشكلة الحرب الروسية الأوكرانية هاي الحرب حاليا فيها تقدم روسي كبير جدا إحنا متحدث على فصل الشتاء اللي فيه الثلوج بتكون كثيفة جدا في أوكرانيا واللي فيه بيكون تقدم القوات البرية صعب جدا ووصول الإمدادات اللوجستية صعب لكن بالرغم من كل ذلك نجحت القوات الروسية في ضم مدن جديدة مثل أبديفكا وباخموت وغيرها من المدن اللي ما منعرف نحكي اسمها حتى باعتقاد الكل أنه عندما يأتي موسم الصيف فالأوكرانيين ما عندهم لا العدد اللازم من الجنود ولا عندهم حتى الجنود المدربين ولا حتى عندهم الأسلحة الكافية لصد الهجوم الروسي القادم بحد ذاتها الحرب الروسية الأوكرانية بحد ذاتها إذا لم تتوسع هي كارثة لأنه روسيا وأوكرانيا هم من أكبر الدول المصدرة للقمح والغذاء عالميا وهذا بحد ذاته أدى الارتفاعات كبيرة خلال آخر سنتين في أسعار الغذاء إذا استمرت هذه الارتفاعات خاصة في القمح فهذا ممكن يؤدي إلى انهيارات اقتصادية في بعض الأسواق الناشئة في دول مثل إفريقيا أو دولنا العربية أو غير وهذا طبعا ممكن يؤدي لفوضى كبيرة عالميا وبالتالي ممكن يكون له تأثيرات سيئة على اقتصاد أما الجانب الأسوأ فهو توسع الحرب لأن الأوروبيين بيعتقدوا بأن الخطوة القادمة بعد أوكرانيا هي توسع روسيا باتجاه الغرب أكثر وهذا يعني احتمالية استضام ما بين روسيا والنيتو وبالتالي الانتقال إلى حرب ممكن تكون نووية هذا الخطر بحد ذاته إحنا لما نفكر في حرب نووية بناتقد بأن هذا الخطر بعيد وأنه لن يحصل لكن الحقيقة أنه إحنا ما شفنا حرب نووية من قبل لكن مين بيعرف كيف ممكن تتطور الأمور إنما بحد ذاتها الحرب في أوكرانيا كانت مدمرة للإقتصاد الأوكراني وكانت مدمرة أيضا للإقتصاد الأوروبي لأنه اليوم ألمانيا واللي هي أكبر الدول الأوروبية فضلا عن دول الأوروبة الثانية كلها بتعاني من ركود اقتصادي مع نية هذه الحكومات استثمار ومبالغ مالية ضخمة في ميزانيات الدفاع وبالتالي حتى حرمان اقتصادياتها من أموال قد تستخدم للتنمية وبالتالي الحرب هاي ستؤدي خلال السنوات القادمة إلى نهاية الدول الأوروبية وتحديدا ألمانيا كقوة اقتصادية عظمة وهذا طبعا سيؤدي ممكن خلال السنوات القادمة حتى إلى انهيار اليورو نفسه وانهيار الاتحاد الأوروبي أول الدول اللي انفصلت عن الأوروبيين كانت بريطانيا بريطانيا طبعا بالأساس احتفظت في عمرتها اللي هي الباوند لكنها فصلت عن الاتحاد الأوروبي باتفاقية البريكسيت اللي بسببها ولا حد الآن لا يزال الاقتصاد البريطاني يعاني من خسائر تزيد عن المية إلى 150 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي وطبعا لا شيء يمنع أن يتكرر هذا الاشي مع بعض الدول الأوروبية الأخرى خاصة أن تداعيات هاي الحرب كانت مدمرة على الأوروبيين وبالتالي توسع الحرب الأوكرانية الروسية ممكن يكون فيها تداعيات سلبية على كل العالم أكثر مما نتخيل أما الأزمة الرابعة فهي أكيد حرب غزة طبعا التخوف هو من انتقال هاي الحرب إلى أن تصبح حرب إقليمية وإذا أصبحت هاي الحرب حرب إقليمية فهذا سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة عالميا متابعي الصفحة بيتذكروا بأنه سابقا وضحنا أنه ما رح يكون في تأثير لهاي الحرب على الاقتصاد العالمي إلا إذا جرت إيران نفسها إلى الحرب في هاي الحالة إذا صار في خلل في إمدادات الطاقة عالميا سواء كنا نحكي نفط أو غاز فهذا ممكن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط ممكن يجاوز مستويات المية وخمسين والبيتين دولار وممكن يؤدي إلى قطعا ركود اقتصادي عالمي ممكن يكون كبير جدا وتداعيات صلاحة سلبية جدا علينا في منطقتنا العربية أما الخطر الخامس والأخير فهو طبعا الانتخابات الأمريكية الشعب الأمريكي منقسم إلى قسمين قسم جمهوري بأيد الرئيس السابق ترامب وقسم ديمقراطي بأيد الرئيس الحالي بايدن لكن المميز في الانتخابات الأمريكية هاي المرة إنه الرئيسين فعليا مختلفين عن أي رؤساء سابقين مروا على أمريكا الرئيس ترامب بيواجه أكثر من تسعين قضية ممكن تاخده على السجن بتهم مختلفة بينما في المقابل الرئيس بايدن في كلياتنا شفنا تقرير اللجنة اللي كانت تتحقق معه سابقا بخصوص وثائق وجدت في منزله استنتجت بأنه ذاكرة ضعيفة وأنه غير قادر على تذكر أهم الأحداث في حياته مثل مثلا على سبيل المثال متى كان نائب للرئيس أو غيره وبالتالي فعليا الشعب منقسم جدا وبواجه خيارين أحلاهما مر بصراحة وما حدا بعرف هل هاي الانتخابات ستمضي بسلام أم أنه سيحصل فيها كما حصل في الانتخابات الماضية عدم قبول ترامب للهزيمة وبعدها مظاهرات تحولت إلى أعمال عنف ما حدا بعرف شو رح يصير في الانتخابات الحالية وبالتالي الانتخابات القادمة في شهر نوفمبر بصراحة خطيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي والنتائج التي ستصدر عنها سواء كان انتخاب الرئيس السابق أو الإبقاء على الرئيس الحالي رح يكون فيها تأثيار كبيرة على الحروب التي تجري حاليا في المنطقة وبما أنكم وصلتم معي للنهاية ففي خطر سادس بواجهة الاقتصاد العالمي واللي هو تعمق الأزمة الاقتصادية في داخل الصين عدم مقدرة الصين على إنقاذ الاقتصاد الصيني وإنجرار الاقتصاد الصيني إلى ركود اقتصادي وحتى نكون واضحين فما يميز الصين عن الدول الأخرى هو أن الصين تعتمد بدرجة كبرى على كونها دولة تصديرية وبالتالي على الرغم من كل المشاكل الكبرى في داخل الصين وكون البلاد حقيقة في ركود اقتصادي إلا أنه الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى نمو الاقتصاد الصيني بحوالي 5% هذه الـ 5% بتيجي بشكل أساسي بسبب نمو صادرات الصين وتبادلها التجاري مع العالم الخارجي وليس بسبب النمو الحقيقي من داخل الاقتصاد الصيني وبالتالي ما منقدر نعرف إذا دخلت الصين في ركود اقتصادي خاصة مع تراجع العالمة كيف ممكن يكون معدلات النمو في الاقتصاد العالمي أنا بشوف أنه هاي المشاكل الخمسة أو الستة هي مشاكل كبرى بتواجه الاقتصاد العالمي كل واحدة منها هي عبارة عن قنبلة موقوط تأثيراتها كبيرة على الاقتصاد نتمنى أنه ولا إيش منها يصير لكن في النهاية على الأقل أزمة الديون أنا أعتقد أنه في يوم رح يجي وهذه الأزمة رح تكون أزمة حقيقية رح تواجه كل العالم وأتمنى أن الحروب الأخرى تنتهي في أسرع وقت وأنه العالم ما ينجر لحروب جديدة